اشتركوا في القناة ملحمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى المعركة التي قسمت ظهر الإمبراطورية الفارسية إنها معركة القادسية أشرس الحروب في التاريخ وقبل أن ننطلق أدعوك للاشتراك في قناة أسطر والضغط على زر اللايك تشجيع لنا وحتى يصلك كل جديد أنه في معجر التميم فيندبوا عن جماعة إسد ما يلقون من ذلك الفيال ها أنا ذا أخوكم القاقاء ابن عمرين التميمي أنا عاصب ابن عمرين التميمي أنا لا دادات المسلمين تطوانا أنا من يبارس؟ من يبارس؟ لله درك أيها القاقاء انذهب اثنان من أمرائهم مع ثالث ألا يخرجوا إلي كبيركم؟ أبلم يبقى فيكم كبير؟ فليعمد القاقاء وعاصم في كتيبة من الفرسان إلى الفيل الذي يتقدمه الله أكبر بعد موقعة القاديسية اختلفت خريطة الأرض واختلفت التوقعات بالنسبة لنتائج الحروب واختلفت كل الموازين في الأرض بعد هذه المعركة الفاصلة وإذا كان هناك رجال يغيرون التاريخ فرجال القاديسية هؤلاء الرجال بمن فيهم أمير الجيوش وبمن فيهم أصغر جنديا لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه هذا اليوم يقاس في التاريخ بيوم بدر وكان الجيش الإسلامي في القاديسية يتضمن سبعين رجلا أو أكثر من رجال بدر وهذا أعطى للقاديسية أهمية خاصة في التاريخ الإسلامي وقف الجيشان أمام بعضهم البعض وفي لحظة عبور الجيش الفارسي كان الوقت قد مضى من أول النهار وشاء الله في هذا اليوم واليوم الذي قبله أن يمرض سعد بن أبي وقاس فقد أصيب بدمامل في ظهره وأصيب بعرق النسى فكان لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع الجلوس فلم يكن يستطيع أن يمططي حصانه فاتخذ قصر قديس مكانا للقيادة فنام على صدره على قمة القصر ووضع وسادة تحته وبدأ بإدارة المعركة من فوق القصر واستخلف على الجيوش خالد بن عرفط الذي كان من قواد المسلمين المهرة فيقوم خالد بن عرفط بقيادة الجيوش ويدير سعد بن أبي وقاس المعركة من فوق القصر متابعا خالد بن عرفط بالرسائل التي يرسلها إليه فينفذها الجيش عن طريق خالد وعترض بعض الناس على إمارة خالد فما كان من سعد بن أبي وقاس إلا أن قام بالقفض على هؤلاء المشاغبين وكان يتزعمهم أبو محجن الثقافي وكان من أشد مقاتلة العرب ضراوة وكان يجيد الشعر الجهادي وكان المسلمون يعولون عليه كثيرا فقد كان له دور كبير لكن سعد بن أبي وقاس لم يكن يتهاون في مثل هذه الأمور وكانت الحرب الإسلامية حربا تربوية فتعمد سعد بن أبي وقاس حبس هذه المجموعة في قصر قديس ومنعها من الاشتراك في الغتال بسبب اعتراضها وفي ذلك درس تربوي مهم رغم قلة أعداد المسلمين ورغم كون المسلمين محتاجين إلى كل جهد بشري وقال سعد بن أبي وقاس أما والله لو لأن عدوكم بحضراتكم لجعلتكم نكالا لغيركم وأيم الله لا يعود أحد بعدها يشغل المسلمين عن عدوهم إلا سننت فيه سنة تأخذ من بعده ولم يوضح العقاب وذلك لإثارة الرعب في قلوب المشاغبين ومن يعصي الأمراء في مثل هذه المواقف ثم كتب سعد بن أبي وقاس خطبة ووزعها على الرسل لتصل إلى كل الجيوش وذلك يوم القادسية يقول سعد في الرسائل إن الله هو الحق لا شريك له في الملك وليس لقوله خلف ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن هذا ميراثكم وموعود ربكم وقد أباحها الله لكم منذ ثلاث حجج فأنتم تطعمون منها وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيام منكم وقد جاءكم منهم هذا الجمع وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعز من ورائكم فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله وإن تهنوا وتفشلوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم فحمست هذه الخطبة الناس وتحفزوا للقاء الفرس ثم قام عاصم بن عمر وقال هذه بلاد قد أحل الله لكم أهلها وأنتم تنالون منها منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منكم وأنتم الأعلون والله معكم إن صبرتم ولئن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم ولئن خرتم وفشلتم لم يبقي هذا الجمع منكم باقية الله الله اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها اجعلوا همكم الآخرة يا معشر العرب إنكم تخاطرون بالجنة وهم يخاطرون بالدنيا فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم لا تحدثوا أمرا تكونون به شينا على العرب ثم أرسل سعد بن أبي وقاص إلى كل من له كلمة مسموعة وإلى كل من له خطابة في المسلمين حتى يخطب في الجيش ويحفز الناس فقام قيس بن هبير وقال أيها الناس احمدوا الله على ما هداكم يزدكم واذكروا آلاء الله فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم وليس وراء قصر قديس إلا العراء ثم يقوم غالب بن عبد الله ويقول أيها الناس احمدوا الله على ما أبلاكم وسلوه يزدكم وادعوه يجبكم يا معشر العرب ما علتكم اليوم وأنتم على خيولكم ومعكم من لا يعصيكم معكم سيوفكم ورماحكم اذكروا حديث الناس في الغد فغدا يبدأ بكم ويثنى عليكم ثم يقوم ابن الهذيل في القادسية ويقول يا معشر العرب اجعلوا حصونكم السيوف وكونوا عليها كالأسود وتربدوا تربد النمور وثقوا بالله تعالى وإن كلت السيوف فأرسل عليهم الجنادل أي الحجارة فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه هذه بدايات الجيش الإسلامي التي جعلته يدخل المعركة بروح عالية بينما كان الجيش الفارسي لا يريد دخول المعركة وقد ملأ الشعور بالهزيمة قلب رستم على النقيض من الجيش الإسلامي الذي كان يتمتع بالروح العالية وقد رأى رستم رؤيتين أن النبي يأخذ سلاحه ويختم عليه ويعطيه لسيدنا عمر بن الخطاب ثم يعطيه لسعد بن أبي وقاص فدخل رستم المعركة وقد قذف الرعب في قلبه ونسق سعد بن أبي وقاص مع الجيش موعد بدء القتال عند سماعهم لتكبيرات سعد الله أكبر الله أكبر فالله أكبر من الفرس والروم الله أكبر من كل أهل الأرض إذا كانوا يحاربون الله ورسله ويحاربون من ساند دين الله فهذه الكلمة كانت علامة البدء وكلمة السر عند المسلمين ويقول سعد إلزموا مواقفكم ولا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبير فإذا كبرت فكبروا معي ثم شدوا شسوعا عالكم وعلموا أن التكبير لم يعطه أحد من قبلكم وإنما أعطي لكم لتأييدكم فإذا كبرت الثالث فكبروا معي وليخرج فرسانكم وليخرج أهل النجدة والبلاء ولينشط فرسانكم الناس على القتال ليبارز ويطارد الفرس وما زال الجيش واقفا ولم يلتحم بعد مع الجيش الفارسي ولم يخرج غير كتيبة الفرسان للقتال شعر سعد بارتفاع الروح المعنوية لدى المسلمين وأنهم على أهبة الاستعداد وأتمه للقاء الفرس فصاح رافعا صوته قائلا الله أكبر فكبر من ورائه المسلمون جميعا وكان عددهم 32 ألفا فأوقعت هذه الصيحة الرعب والفزع في قلوب أهل فارس وتحفز المسلمون للقتال ولكنهم كانوا ينتظرون التكبيرات الأربع ثم يكبر سعد بن أبي وقاص التكبيرة الثانية فتصف الصفوف وترتفع السيوف من الأغماد ويستعد الناس للقتال ثم يكبر سعد التكبيرة الثالثة فتخرج كتيبة الفرسان أفضل مجاهدي المسلمين من ناحية القتال المهاري يخرجون على أشد الخيول ضراوة إلى ساحة القتال يطلبون المبارزة والمجالدة ليحفزوا المسلمين وينشطوهم وكان من أوائل من خرجوا من فرسان المسلمين للقتال هو ربيعة بن عثمان وغالب بن عبد الله وعمر بن معد يكرب وكذلك فارس الفرسان عاصم بن عمر التميمي أنا عاصم بن عمر التميمي أنا لك وكان أول قتال نشب بين ربيعة بن عثمان من قبيلة هوازن وأحد أشداء الفرس وكان قتالا شديدا عنيفا ضروسا وتقاتلا مدة كبيرة وأذن الله لربيعة بن عثمان بقتل الفارسي بعد قتال عنيف وكان أول قتيل من الفرس في أرض القادسية فكبر المسلمون وربط الله على قلوب المسلمين وألقى الله الرعب في قلوب الفرس وهبت ريح النصر على المسلمين وتقدم غالب بن عبد الله صحابي رسول الله تقدم ليقاتل فخرج له صنديد من صناديد الفرس فتقاتلا قتالا شديدا وأتم الله النعمة على سيدنا غالب بقتل هرمز في أرض المعركة وبسلبه تاجه وكان يوجد في هذه المعركة أكثر من هرمز فانهارت معنويات الفرس وخلعت قلوبهم من الرعب وارتفعت معنويات المسلمين وقام عمر بن معد يكرب يتمش بين الصفوف وكان يحمل أقوى سيوف العرب ألا وهو سيف الصمصامة وكان رجلا ضخم الجثة قوي البنيان وكان من المهارة في القتال وكان يحفز الناس قائلا لهم قاتلوهم كما تقاتل الأسود فأنتم اليوم أقوى من الأسود فتقدم إليه رجل من الفرس ورماه برمح فوقع على درعه وسقط على الأرض وكانت رماح الفرس من طولها يسمونه نشابا وتوجه عمر بن معد يكرب نحو الفارسي وحمل عليه حملة واحدة فخطفه من فوق فرسه وعاد به إلى المسلمين وألقاه على الأرض وضرب رأسه بسيفه فقطعها بضربة واحدة ثم أخذ رأسه وألقاه ناحية فارس وأخذ سواريه ومنطقته وحمل عاصم بن عمر رابع الفرسان حمل على رجل من أهل فارس فترك هذا الرجل فرسه وهرب إلى الجيش الفارسي هرب إليهم ليحتمي بهم فأخذ عاصم فرسه وعاد به غنيمة إلى المسلمين وكتب الله النصر للفرسان الذين تقدموا من المسلمين مما ثبت الله المسلمين وربط على قلوبهم وألقى الله بذلك الرعب والوهن في قلوب الفرس بعد هذه الانتصارات التي حققها المسلمون وبعد الرعب الذي وقع في قلوب أهل فارس يحدث حدث غريب لم يحدث من قبل ولم يحدث بعد ذلك في الحروب الفارسية وكان حادثا مؤسفا وهو أن أحد المسلمين في الجيش الإسلامي ارتد وانتقل من معسكر الإيمان إلى معسكر الكفر والوثنية وليس بينه وبين الشهادة إلا مسافة غير بعيدة ولكنه ارتد رافعا يده مستسلما للفرس وعندما ارتد وذهب إلى الجيش الفارسي سأله الفرس أي العرب أشد؟ فقال لهم إن بأسهم في بجيلة فإذا انتصرتم عليها وهنت لكم قوة العرب فلما وصل هذا الكلام إلى رستوم أصدر أمرا بتقدم الميمنة والمقدمة نحو بجيلة فيتوجه الهرمزان على رأس ثمانية وعشرين ألف مقاتل ولغالينوس على رأس أربعة وعشرين ألفا وكان مجموع الفرقتين اثنين وخمسين ألف مقاتل وتتوجه هذه القوة إلى قبيلة بجيلة وما إن توجهت هذه الأعداد إلى قبيلة بجيلة حتى أمطروهم بوابل من السهام فاتق المسلمون السهام وتقدمت الفيلة نحو بجيلة فنفرت الخيل من أمام الفيلة وبدأ الفرسان يدفعون بالمشات ليتقدموا ويدفعوا عن الخيول وكان هذا الموقف من أشد المواقف صعوبة على المسلمين وقاتل المسلمون بصعوبة شديدة وثبت المشات من المسلمين ولم تثبت الخيول وبدأت الكفة ترجح في جانب الفرس وفي الوقت نفسه أرسل سعد بن أبي وقاص رسالة إلى قبيلة أسد أن أغيث بجيلة وهي على يمين بجيلة مباشرة وقبل أن تتحرك قبيلة أسد لنجدة بجيلة كانت الفرق الفارسية قد توجهت إلى عمق قطاع بجيلة وفي قطاع كيندا أيضا على يسار بجيلة وعانت القبيلتان من السهام والسيوف الفارسية ولما وصلت الرسالة إلى قبيلة بني أسد قام طليحة بن خويلد وخطب في الناس قائلا لو يعلم سعد قوما أجدر منكم على إغاثتهم لا استغاثهم وإنما سميتم أسدا لتفعلوا فعله فقاتلوا كما تقاتل الأسود وكانت لهذه الكلمة أثر السحر في نفوس قبيلة أسد فقامت وهجمت على فرقة القالينوس لتذب عن بجيلة الرماح والسيوف الفارسية وألقى الله في قلوبهم الثبات وقاتلت قبيلة أسد أشد ما يكون القتال مما جعل العجب يدخل إلى نفوس أهل المعركة فتحمست كيندا وخرج له أهل النجدة وتحولت قبيلة كيندا من الدفاع إلى الهجوم ضد القوات الفارسية لتذب عن قبيلة بجيلة وقبيلة أسد والتفت القبائل الثلاثة حول الفرقتين الفارسيتين بقيادة الهرمز والقالينوس ولضيق المكان لم يتمكن الجيش الفارسي من الالتفاف حول الجيش الإسلامي وكانت مشكلة الجيش الفارسي أن صفوفه كانت متكدسة في الطول وعرضهم كان موازيا لعرض المسلمين ودارت رحل معركة على قبيلة بجيلة وأسد وقبيلة كيندا التي كانت تحاول مساعدة المسلمين ولما رأى رستم ما حل بجيشه أمر بهما جاذويه قائد القلب أمره أن يترك مكانه ويتقدم ناحية قبيلة أسد فيتقدم بهما على رأس عشرين ألف مقاتل وخمسة أفيال إلى قبيلة أسد مهاجما لها وللمرة الثانية بدأت الكفة ترجح في ناحية الفرس تعجب سعد بن أبي وقاص لما رأى الأفيال من فوق القصر وأنها فوق طاقة المسلمين فنادى على عاصم بن عمر التميمي وقال ألا لك في الفيالة من حيله؟ فقال بلى والله فانتخب عاصم بن عمر أفضل فرقة من قبيلة تميم وكانوا من أفضل القبائل رميا بالسيهام وبدأت هذه الفرقة برمي قائدي الفيال بالسيهام فكان كل فيلا حاملا تابوتا كبيرا وعليه أكثر من قائد وقسم عاصم بن عمر التميمي من معه إلى فرقتين فرقة ترمي قواد الفيالة بالسيهام والأخرى تندس داخل الجيش الفارسي لتقطع أحزمة التوابيت التي فوق الأفيال وكانت فكرة عاصم أن تفقد هذه الفيالة توجهها واستطاعت هذه الفرقة أن تصيب طائفة كبيرة من قواد الأفيال واستطاعت الفرقة التي اندست في الجيش الفارسي أن تقطع أحزمة توابيت الأفيال وكلما وقع تابوتا كبر المسلمون وتقدموا إليه وقتلوا من فيه وحدث ذلك في معظم التوابيت الثلاثة عشر وعند ذلك كبر سعد بن أبي وقاصن التكبيرة الرابعة وما إن انطلقت التكبيرة الرابعة حتى انطلق المسلمون ناحية الجيش الفارسي ويتقدم كذلك الجيش الفارسي وتلتحم الصفوف واشتدت راح الحرب دورانا وكانت المعركة على أشدها وبدأت أسد وبجيلة في دفع بهما جذويه إلى الخلف وكانت مرحلة لم يفكر المسلمون في الوصول إليها فقد كانت البداية شديدة على قبيلتي أسد وبجيلة حتى استطاع عاصم بن عمر بفضل الله أن يرد بأس الفرس شيئا فشيئا وبعد هذا الأمر يستمر القتال بين الفريقين ما بين قاتلا ومقتولا من الناحيتين حتى بعد غروب الشمس بقليل وفي هذا الوقت كانت الجيوش لا تقاتل في الليل وتعبت قوى الفريقين وكان القتال في غاية الشدة واستمر القتال حتى دخل وقت صلاة العشاء فبدأ الفريقان بترك أرض القتال كل منهما عائدا إلى مكانه قبل صلاة العشاء في أول الأيام وكان يوم القادسية موافقا للثالث عشر من شعبانا في العام الخامس عشر الهجري وسمي هذا اليوم بيوم أرماث ومعنى أرماث أي اختلاط الشيء بالشيء وكان الأمر مختلطا في ذلك اليوم على الفرس وعلى المسلمين ولا نستطيع الجزم بانتصار المسلمين أو انتصار الفرس وأدرك المسلمون قوة الفرس فإن المسلمين قد اعتادوا في المعارك السابق انتهاء المعركة في يوم واحد وقبل الظهر لكن هذه المعركة لم تتحقق فيها نتيجة حتى بعد غروب الشمس وإن كانت الغلبة ظاهرة في هذا اليوم في صف الفرس إلى حد ما واستشهد في أول أيام القادسية من المسلمين خمسمائة شهيد منهم أربعمائة شهيدا أو أكثر من قبيلة أسد وحدها التي قامت تذب عن قبيلة بجيلة وقتل من الفرس أكثر من ألفين وكان في المسلمين إصابات كثيرة ولم يقع قتال بين الفريقين في هذه الليلة وسميت بليلة الهدأة وبدأ المسلمون بجمع شهدائهم ونقلهم وبدأت النساء بحفر القبور ودفن الشهداء في الليلة نفسها وتجهز المسلمون لملاقات الجيش الفارسي في اليوم الثاني وفي هذه الليلة تجلس الخنساء مع أبنائها الأربعة لتحفزهم على القتال والمجالدة وأن لا يفر من المعركة إذا حمي وطيس الحرب وأن يكونوا على الجنة أحرص منهم على الحياة وهي التي بكت سنين على أخيها صخر عندما قتل في الجاهلية وقالت لهم إنكم أسلمتم طائعين وجاهدتم مختارين وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقي خير من الدار الفانية يا أولادي إن الله يقول لكم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فإذا أصبحتم غدا سالمين فاغدوا على قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين وفي هذه الليلة أيضا وصلت رسالة من أبي عبيد بن الجراح وهو أمير الجيوش الإسلامية في الشام بعد أن انتصر على الروم في موقعة اليرموك فقد أرسل له عمر بن الخطاب رسالة أن يرسل مددا من الشام إلى العراق لنجدتهم فأرسل أبو عبيد ستة آلاف مقاتل وعلى مقدمتهم القاقاع بن عمر وكان هذا سببا عظيما في فرحة المسلمين واستبشارهم بالنصر لأن القاقاع من أفضل المقاتلين المسلمين ومن أشدهم ضراوة وقوة وقال عنه الصديق لصوت القاقاع في الجيش أفضل من ألف رجل ولا يهزم جيش فيه القاقاع فكانت هذه بشرى لجيش المسلمين وكان على رأس الآلاف الستة هاشم بن عطب بن أبي وقاص وعلى المقدمة القاقاع بن عمر وفي أول تباشر الصباح من اليوم الثاني وصلت الفرقة القاقاعية التي تتكون من ألف مقاتلا وعلى رأسهم القاقاع بن عمر ثم خرج أبناء الخنساء رضي الله عنها فانطلق أولادها الأربع في هذا اليوم أيضا لمبارزة قبل أن يلتقي الجمعان فخرج الواحد منهم تلو الآخر كل واحد منهم يخرج ويتلو بعض أبيات الشعر ثم يتقدم ويحمل على الفرس فيقتل منهم من يقتل ثم يستشهد فاستشهد في ذلك اليوم أبناء الخنساء الأربعة وعندما بلغها خبر استشهادهم قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بيهم في مستقر رحمته ويذكر المؤرخون في هذا اليوم بطولات عظيمة للمسلمين وأنهم كانوا يتشوقون إلى الشهادة وإلى اليوم الذين يلقون فيه الله تعالى ثم تقدم القعقاء وطلب المبارزة ثلاثين مرة في هذا اليوم فقتل وحده في الكر والفر ثلاثين فارسا وكل ذلك ولم يلتقي الجيشان واستمرت المبارزة حتى بعد صلاة الظهر ثم بدأ الفريقان يلتحما مع بعضهما البعض في قتالا شديد وقد كان الالتحام في اليوم السابق من ناحية الفرس تجاه المسلمين إلا أنه في هذا اليوم تقدم المسلمون ناحية الفرس وضغطوا عليهم في بداية القتال عكس اليوم السابق ثم استمر القتال بمنتهى القوة والشدة بين الطرفين من صلاة الظهر حتى منتصف الليل استمر القتال دون قطاع من الأحداث اللطيفة التي تروى في هذا اليوم أيضا أن أبا محجن الثقافي ونحن نعلم أنه كان من المشاغبين في أول يوم فحبسه سعد بن أبي وقاص في قصر قديس في مؤخرة الجيوش ورفض أن يشركه في المعركة فمكث في القصر في أغلاله يسمع أصوات السيوف ويسمع تكبير المجاهدين ونفسه تتشوق إلى القتال والجهاد في سبيل الله فالجنة على بعد خطوات وهو مقيد في قيده فندم على فعلته ومعصيته لأميره خالد بن عرفطة وطلب من سعد بن أبي وقاص أن يشركه في القتال في اليوم الثاني فهو لم يفرح لابتعاده عن ميدان القتال ولكنه يود أن يجاهد في سبيل الله فرفض سعد أن يشركه في القتال رغم أن المسلمين في أشد الحاجة إلى مقاتل مثل أبي محجن إلا أن سعد يمنعه لأنه كان مشاغبا في بداية المعركة وبذلك يعطي درسا تربويا للمجاهدين حتى لا يتكرر هذا الفعل مرة ثانية وكانت زوجة سعد بن أبي وقاص هي التي تسقي وتطعم المحبوسين داخل الحصن فسمعت أبا محجن الثقافي ينادي عليها ويقول يا أمت الله هل لك في خير؟ فقالت له وماذاك؟ فقال لها تفكين أسري وتعيرين البلقاء وهي فرس سعد بن أبي وقاص نفسه ونحن نعلم أن سعد بن أبي وقاص كان مريضا ولا يستطيع القتال وهو جالس فوق القصر ولم يشارك في المعركة ولكن فرسه موجود في القصر فقال لزوجة سعد أن تفك قيده وتعطيه فرس سعد لكي يشترك في المعمعة والقتال فإذا سلمني الله تعالى عدت إليك ووضعت أقدامي في القيد وهذا عهد مني إليك فقالت ما لأفعل ذلك؟ أي لا أستطيع أن أفعل هذا حتى لا يغضب سعد مني فرفضت ذلك ثم عادت فسمعته ينشد الأشعار ويذكر تشوقه إلى الجهاد وحسرته على أن المجاهدين في هذا الموقف وهو في موقف مخالف وأخذ يبكي بكاء مرًا فرق قلبها لتشوقه للجهاد وصلت واستخارت الله ثم ذهبت إليه وقالت يا عبد الله إني قد استخرت الله وقبلت عهدك أي قبلت أن تخرج وتعود مرة ثانية إلى مكانك وبالفعل فكت قيده فذهب أبو محجن وأخذ البلقاء وخرج من الباب الخلفي لحصن قديس وانطلق إلى أرض المعركة بسرعة الصوت وقد حدث ذلك كله بعد منتصف الليل فتلثم أبو محجن حتى لا يعرفه أحد ودخل إلى أرض المعركة في ميسرة الجيوش حيث قبيلته قبيلة ثقيف ثم بدأ يقاتل قتالا لم يعهده العرب قبل ذلك وقتل من الفرس في ذلك اليوم الكثير وظل يكر ويفر على ميسرة الفرس حتى أحدث فيهم ما لم يحدثه العرب فتعجب منه المسلمون وهم لم يعرفوا هذا الفارس ثم عاد من خلف الجيوش وانتقل إلى ميمنة الجيش الإسلامي وبدأ يقاتل الفرس منها فقتل منهم من قتل وفعل بالفرس مثل ما فعل بالميسرة ثم عاد من خلف الجيوش الإسلامية في قلب الجيش الإسلامي وقاتل الفرس في قلبهم فقتل منهم أيضا من قتل والمسلمون يتعجبون من هذا وسعد بن أبي وقاص من فوق حصن القادسية يرى الرجل فيقول سبحان الله القفز قفز البلقاء والطاعن طاعن أبي محجن ولكنه لم يجد تفسيرا لذلك لأن أبا محجن في حبسه وفرسه مربوطة ثم يقول والله لو لا حبس أبي محجن لقلت أبو محجن وقلت البلقاء ثم عاد بعد أن انتصف الليل وانفكت الجيوش عاد إلى قيده ووضع قدميه في القيد وربط البلقاء وكأن شيئا لم يكن والمسلمون يتعجبون ويقولون والله لو لا أننا لا نرى الملائكة لقلنا ملك من السماء يثبتنا وهذا هو التفسير الوحيد لما شاهده المسلمون في المعركة من أبي محجن ثم ذهبت السيدة سلمة زوجة سعد بن أبي وقاص إليه في اليوم الثاني وأخبرته بالقصة لأنها لم تستطع أن تحتفظ بهذا السر الرهيب فغضب في البداية ثم اكتشف وجود أبي محجن في القيد فعلم أنه وفى بعهده فسامحها وسامح أبا محجن وأطلقه في أرض المعركة في اليوم الثالث فسبحان الله انظر إلى هذا الرجل وكم كان شوقه إلى القتال فهو محبوس وله عذره ولم يستطع أحد من الناس أن يتهمه بالجبن وهو بذلك الحبس ينقذ نفسه من القتال أو الموت ولكنه لا لكنه يبغي الشهادة ويقاتل حتى وإن رفض الأمير وقد سمي هذا اليوم في التاريخ بيوم أغواث لأنه جاء فيه الغوث من الشام وعلى رأسه القاقاع بن عمر وكان في ذلك غوث شديد للمسلمين وكان النصر حليفهم وقد استشهد في هذا اليوم من المسلمين قرابة الألفي شهيد وقتل من الفرس عشرة آلاف وبذلك أصبح قتل الفرس في اليوم الأول والثاني قرابة إثني عشر ألف قتيل ودفن المسلمون شهداءهم أما بالنسبة لقتل الفرس فقد كان من عجائب دينهم أنه يحرم عليهم دفن الموت فكانوا في بلادهم يضعون الموت على الجبال فتنهجهم جوارح الطير وفي هذه المعركة نهزموا هزيمة نفسية وتركوا موتاهم في الميدان وفي صباح اليوم الثالث كانت أرض المعركة كلها مملوئة بقتل الفرس فقط ولم يكن فيها شهيد من المسلمين فأثر ذلك المشهد تأثيرا نفسيا شديدا على الفرس فهم لم يعرفوا كم استشهد من المسلمين وسبحان الله الذي أنعم على المسلمين بدفن شهدائهم في العذيب كما ذكرنا لقد تفتق ذهن القاقاء عن حيلة لم تحدث من قبل في تاريخ الحروب الإسلامية أو الفارسية فقد كان معه ألف فارس قسمهم إلى عشرة أقسام كل قسم يتكون من مئة وتقدم هو في أول مئة ودخل على الجيوش الإسلامية في الصباح دخل عليهم وهو يكبر والمئة يكبرون معه الله أكبر وكأنهم هم فقط المدد للمسلمين فشاعر المسلمون بالراحة لوجوده ثم بعد قليل جاء مئة آخرون يكبرون وهكذا تتابعت كل مئة حتى ظن المسلمون أن هذا المدد لا ينتهي فزاد ذلك في عزيمتهم ورفع من معنوياتهم وفت في عضو أهل فارس الذين اعتقدوا أيضا أن هذه الأعداد لا تنتهي وعندما وصل القاقاء بن عمر التميمي إلى العراق كان قد قطع في طريقه مسافة طويلة جدا على خيله وعلى الرغم من ذلك نزل مباشرة إلى أرض القتال وكما نعلم أنه من عادة الجيوش في ذلك لحين أن ينفصل الجيشان في أول القتال ثم تبدأ المبارزة وبعد المبارزة يبدأ الزحف والقتال فيتقدم القاقاء ويطلب المبارزة أنا من يبارز فخرج له بهما جاذواه قائد قلب الجيش الفارسي وكان على عشرين ألف مقاتل وبهما هذا هو الوحيد الذي انتصر على المسلمين من قبل في موقعة الجسر وقتل أبا عبيد بن مسعود الثقافي فتبارز القاقاء مع بهما مبارزة طاحنة شديدة واستطاع القاقاء من قتل بهما وعندما قتل بهما جاذواه حدثت هزيمة نفسية شديدة للفرس والشعر أن هذا اليوم يوم شؤمن عليهم فقد كانوا يتشاؤمون ولا يتفائلون على عكس المسلمين فأراد رستم أن يغير من نفسية الفرس ويشد من أزرهم فأخرج للقاقاء البيروزان وهو قائد مؤخرة الجيوش الفارسية وكان على أربعة وعشرين ألف فارسي وهو أحد القواد الخمسة العظام الذين تحت إمرة رستم مباشرة وخرج مع القاقاء الحارث بن ظبيان والتقى المسلمان القاقاء والحارث مع قائدي الفرس فتبادل ضربتين فقتل القاقاء بن عمر البيروزان بضربة واحدة طارت فيها رأسه وكذلك فعل الحارث بن ظبيان فقد قتل البندران بضربة واحدة كذلك وبذلك فقد الفرس ثلاثة من أكبر قوادهم في أولى لحظات القتال من اليوم الثاني وفي ذلك بشارة بنصر للمسلمين هذا فضلا عن أن بدايات هذا اليوم كانت مبشرة بالنصر فقد وصل القاقاء في ألف فارس وباقي المدد وعدده خمسة آلاف في طريقهم إلى القادسية ووجود القاقاء بن عمر التميمي في أرض المعركة وهذه بشارة بمفرده وقتل بهما جذويه والبيروزان والبندران في بداية المعركة واختفاء الفيالة من أرض المعركة كل هذا كان بشارة للمسلمين ويخرج القاقاء بن عمر التميمي بحيلة جديدة في هذه الليلة أيضاً وبعد أن انفصلت الجيوش لم ينم القاقاء وفرقته مثل بقية الجيش لكي يستريح ويستعد لليوم التالي ولكنه أخذ يسرب جيشه كله يسربهم بعيداً عن الجيش في اتجاه الشام بنحو كيلو أو اثنين وقال لهم عندما يأتي اليوم التالي وهو اليوم الثالث في القادسية تأتون إلى أرض المعركة مئة مئة وكأنكم مدد جديد جاء للمسلمين فيزيل ذلك من بأس المسلمين ويضعف من عزيمة الفرس وفعل عاصم بن عمر أيضاً نفس الفعل ولا ندري أهو اتفاق بين القاقاء وأخيه عاصم أم أن هذه فكرة طرأت للإثنين في ذات الوقت فقد سرب فرقته وكانت كلها من الخيون وهو قائدها سربها في اتجاه آخر غير اتجاه القاقاء ناحية الجنوب فأصبح الجيش الإسلامي في اليوم التالي تأتيه فرقة من الشمال من جيش القاقاء وتأتيه فرقة أخرى من الجنوب من جيش عاصم وكان المدد يأتي من الشمال والجنوب والمسلمون لا يعرفون من أين يأتي كل هؤلاء الرجال وكذلك الفرس وكان لهذا الفعل أثر إيجابي جداً على نفسية المسلمين وسلبي جداً على الفرس وفي آخر ألفاً للقاقاء في ثالث يوم كانت بداية وصول هاشم بن عتبة في بقية الآلاف الخمسة الذين كانوا معه وكان على رأس أول سبعمائة فحكوا لهاشم حكاية القاقاء ففعل هاشم فعل القاقاء وقسم فرقته إلى عشرة أقسام كل قسم سبعون رجلاً يكبرون وكان المدد لا ينتهي وكان قائد ميمنة هاشم بن عتبة هو قيس بن مكشوح وهو ممن دفع ردة الأسود العنسي مدعي النبوة في اليمن وقيس هذا كان قد فقد إحدى عينيه في اليرموك ولم تمر شهور على معركة اليرموك ومع ذلك جاء ليقاتل في العراق في موقعة القادسية بعين واحدة كما فعل عمر بن معد يكرب حيث فقد إحدى عينيه في اليرموك وجاء ليقاتل في القادسية تماماً مثل قيس بن مكشوح وبعد أن بدأت المعركة أرسل سعد بن أبي وقاص رسالة إلى من يظن فيه الخير لكي يكفيه أمر هذه الفيلة فبعث برسالتين وكانت الرسالة الأولى إلى القاقاء بن عمر وأخيه عاصم وقال لهما اكفيان الفيلة الأبيض ورسالة الثانية إلى حمال بن مالك والربيل بن عمر وقال لهما اكفيان الفيل الأجرب فأخذ القاقاء وعاصم كل واحد منهما فرقة صغيرة من قبيلتهما وقبل أن يهجما على الفيل سألا سعد بن أبي وقاص أن يستدعي المسلمين الذين أسلموا من الفرس فاستدعاهم وسألهم أينما قاتلوا الفيل أي المناطق التي إذا ضرب فيها الفيل يقتل أو على الأقل يشل ولا يقاتل بعدها فقالوا إذا أصيب في عينه أو مشافره وعلم المسلمون هذه الحقيقة فتقدم القاقاء وأخوه عاصم بفرقتين من اتجاهين مختلفين وهجما على الفيل في وقت واحد وكان كل تركيز حراس الفيلة أن يحموا التابوت والأحزمة فتركوا مقدمة الفيل في وجه المسلمين لأنهم لا يتخيلون أن يهجم المسلمون على الفيل نفسه وحمل كل البطلين العظيمين رمحا في يده ونزلا في تناسق عجيب في لحظة واحدة نزلا في وقت واحد على عيني الفيل فوضعا رمحا في عينه اليمنى وآخر في عينه اليسرى فخار الفيل وجلس وجثا على ركبتيه فنقل القاقاء بن عمر الرمح بيده اليسرى وتلقى السيف بيده اليمنى وأطاح بخرطوم الفيل فسقط الفيل الأبيض قتيلا في أرض المعركة في أوائل اليوم الثالث وكان لذلك أثر شديد على أهل فارس فالمسلمون يقتلون الأفيال وهذا أكثر مما توقعوه أو تخيلوه وفعل حمال بن مالك والربيل بن عمر بالفيل الأجرب كما فعل القاقاء وعاصم ولكنهما اتفقا أن يضرب واحد منهما الخرطوم والآخر يضرب عين الفيل ولكنه لم يمت مثلما مات الفيل الأبيض وكان ذلك خيرا للمسلمين لأنه عندما أصيب هذه الإصابة القاتلة ترك أرض المعركة وفر في اتجاه نهر العتيق فر هربا من القتل وكما نعلم فإن الأفيال كلها كانت تبعا له فعندما هرب سارت الفيلة خلفه في اتجاه نهر العتيق وعبرت الردم إلى الناحية الأخرى دون أن يشترك المسلمون في قتل أي فيلا آخر من الأفيال الإحدى والثلاثين لأنهم تركوا أرض المعركة بتوفيق الله وفضله ويقوم قيس بن مكشوح وهو فاقد إحدى عينيه ويقول للمسلمين يا معشر المسلمين إن الله قد من عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمد فأصبحتم بنعمته إخوانا دعوتكم واحدة وأمركم واحد بعد أن كنتم يعد بعضكم على بعض عدو الأسد ويتخطف بعضكم بعضا تخطف الذئاب فانصروا الله ينصركم فإن إخوانكم أهل الشام قد منى الله عليهم بفتح الشام وامتلكوا القصور الحمر فهو يذكرهم أن الرسول كان قد بشرهم من قبل بامتلاك القصور الحمر في موقعة الأحزاب كما بشرهم بفتح فارس والشام واليمن ويقول لهم إنهم بالفعل قد امتلكوا القصور الحمر التي بشرهم بها رسول الله ومن ثم سيمتلكون المدائن والمدائن بعد القادسية ولكي يمتلكوها لا بد من النصر في القادسية فهو يبشرهم بالنصر ويثبتهم على ذلك وفي هذا اليوم وصل هاشم بن عطب بن أبي وقاص إلى أرض المعركة فنزل في أرض القتال وطلب المبارزة وبارز من الفرس من شاء الله أن يبارز فقتل منهم الكثير وثبت المؤمنين بقوته وشجاعته وفت في عضد أهل فارس وكان القتال في هذا اليوم في منتصف أرض القادسية لا في جهة المسلمين ولا في جهة الفرس وكانت أعداد الفرس ضخمة كما ذكرنا من قبل وكان القتال أيضا في منتهى الشدة في ذلك اليوم وفي هذه الأثناء تصل الأنباو إلى سعد بن أبي وقاص بوجود مخاضة من مخاضات أهل فارس في يمين القادسية وهو مكان تتجمع فيه المياه وكان المسلمون يؤمنون هذه الناحية وعلموا أن الجيش الفارسي يستطيع أن يعبر من هذه المخاضة فعلموا أنه من الممكن إذا علم الفرس بها أن يعبر منها للمسلمين وحتى هذه اللحظة لم يعلم الفرس بها فاستدعى سعد فرقتين من المسلمين وأمر عليهما إثنين من من يرى فيهما البأس والشدة وهما طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معد يكرب وأمرهما بالوقوف على هذا المكان وحراسته وأن لا يحدث أمرا إذا لم يعلم الفرس بهذا المكان وإذا علم الفرس بهذا المكان فقفوا لهم في هذا الموقف وقوف الرجال وهذه نصيحة سعد لهما فوقف طليحة وعمر بن معد يكرب وبدأ بالحوار فقال طليحة لعمر أرى أن نخوض هذه المخاضة ونهجم على الفرس من خلفهم هذا مع العلم أن قوته لا تتعدى ستين مقاتلا من المسلمين وجيش الفرس كما نعلم وصلت اعداده بعد مقتل الاثنى عشر ألفا وصلت اعداده إلى مائة وعشرة آلاف فقال له عمر أرى أن نعبر لهم من الأسفل فطليحة يرى أن يعبر المخاضة ونهر العتيق ويفاجئ الجيش من الخلف وعمر يرى أن يعبر إلى داخل أرض القادسية ويقاتلهم من الداخل وكان الاثنان على خطأ فهذا عكس ما أمرهما به سيدنا سعد بن أبي وقاص ولكن رأي عمر كان فيه بعض الصواب فهو يود أن يقاتل في أرض المعركة بحيث إذا حدثت هزيمة يستطيعون العودة أما طليحة فيريد أن يعبر المخاضة إلى أرض فارس من ورائهم ويقاتلهم وفي ذلك الصعوبة في العودة إذا حدثت هزيمة فقال طليحة ما أقوله أنفع للناس فقال له عمر أنت تحملني ما لا أطيق فتركه طليحة بن خويلد وخاض المخاضة وحده وللمرة الثانية يكرر نفس الفعل ودخل إلى الجيش الفارسي بمفرده وكان الظلام قد حل في اليوم الثالث من أيام القادسية ولفذ أيضا عمر بن معد يكرب رأيه وعبر بالجيش من أسفل واشتبك في قتال مع الفرس فاستبطأهم سعد بن أبي وقاص وكان من داخله يشعر أنه سيحدث أمر مثل هذا فأرسل لهما قيس بن مكشوح في سبعين رجل من المسلمين وأمره عليهما إذا وصل إلى أرض القتال وبالفعل يصل قيس فيجد عمر بن معد يكرب مشتركا في القتال مع الفرس فيدبر عملية من عمليات الانسحاب الشاقة وينسحب بالفرقة المسلمة من هذا المكان الصعب إلى جيش المسلمين ويلوم سعد بن أبي وقاص عمر بن معد يكرب على إقدامه غير الطبيعي على قتال الفرس ولا نعلم ماذا حدث لطليحة فقد دخل المخاض ولم يعرف أحد عنه شيئا ثم سأل سعد عن طليحة فلم يجد عند عمر جوابه واستمر القتال حتى منتصف الليل ثم سمع المسلمون والفرس شيئا عجيبا داخل أرض فارس سمعوا هذا الشيء خلف الجيوش الفارسية وكلها بالقرب من خيمة رستم حيث أطلق طليحة بن خويلد تكبيرات ثلاث الله أكبر أطلقها بأعلى صوته فتوقف القتال عندما سمعوا هذا الصوت وانفصلت الجيوش وعاد طليحة بن خويلد في الظلام مرة أخرى من المخاضة نفسها عاد إلى جيش المسلمين وأخبر سعد بن أبي وقاص بما فعل وكان الهدف من ذلك إلقاء الرهبة والرعب في قلوب الفرس وبالطبع لم يفكر طليحة في عملية استشهادية مثل ما فعل من قبل ولكن كان لهذا الفعل أثر شديد ألقى الله به الرعب في قلوب أهل فارس وشدد به من أزر المسلمين فعاتبه سعد ثم عفى عنه لعلمه أنه يبغي النصر للمسلمين والعزة لهم نعلم أن في كل ليلة تنفصل الجيوش ولكن في هذه الليلة بعد تكبير طليحة انفصلت الجيوش نسبيا ولكن لم ينتهي القتال تماما فكل فريق من الفريقين يود مواصلة القتال فتجهزت الصفوف الإسلامية مرة أخرى صفوفا كما تفعل وتجهزت الصفوف الفارسية كذلك وخرج فرسان المسلمين في منتصف الليل يطلبون المبارزة كأنه أول القتال فارسا لفارس فلم يخرج لهم أحد من الفرس وأصر رستم على الزحف أي أن يقاتل المسلمين بجماعة من الفرس وليس فردا لفرد لأن المهارة الإسلامية تقتل أفضل الأفراد في الجيش الفارسي وفي ذلك خسارة كبيرة لهم وعلم سعد أن الفرس يبغون الزحف فأمر الجيوش بأن لا تزحف إلا بعد أن يلقي ثلاثة تكبيرات مثل ما حدث في أول يوم القتال إذانا ببدء القتال ثم يطلق سعد التكبيرة الأولى فتتحمس الجيوش للقتال وتستعد حتى تهجم على الفرس بعد التكبيرتين يتراشق الطرفان بالسهام والنبال فيقع سهم في قلب خالد بن يعمر التميمي وكان صديقا حميما للقاقع بن عمر فقد كان بجانبه في المعركة وفجأة وقع السهم في قلب خالد فقتله مباشرة فتعجل القاقع الأمر وحركه استشهاد صديقه لأن يحمل بفريقه قبل أن يطلق سعد التكبيرة الثانية أو الثالثة حمل على قلب الجيش الفارسي ونحن نعلم أن القاقع يقف مع قبيلة تميما في قلب الجيش أمام قطاع بهمن ونعلم أيضا أن بهمن والبيرزان قد ماتا وأصبح قطاعهما في الأمام فحمل عليه القاقع وكان سعد يعلم مدى حرص القاقع على نصر المسلمين وأن هذا الخطأ منه ليس فيه كبر أو اعتراض على الأمير ولكنها حماسة المعركة فيقول سعد اللهم اغفرها له وانصره ونحن نعلم أن دعوة سعد مستجابة ويقول سعد اللهم اغفر له فقد أذنت له وإن لم يستأذني وذلك حتى لا ينزل الله سخطه على الجيش بمعصية أحد الجند ويقاتل القاقع بن عمر التميمي في الليل قتالا شديدا وتدور راح المعركة على قبيلة تميم ثم يطلق سعد التكبيرة الثانية والمسلمون يشعرون بقتال القاقع وكل الناس يتشوقون للقتال وقام خطباء المسلمين في هذه الليلة يحفزون المسلمين ويراغبونهم في الجنة ويقول لهم الأشعث بن قيس يا معشر العرب إنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم قبيلة تميم أجرأ على الموت منكم ولا أسخ نفسا منكم فلا تجزعوا من القتل فإنه أماني الكرام ومناي الشهداء وبعد أن أطلق سعد التكبيرة الثانية حملت بعض قبائل المسلمين دون انتظار التكبيرة الثالثة وكان ممن حمل عاصم بن عمر أخ القاقع ويبدو أنه شعر أن القاقع في مأزق شديدا بمفرده فحمل بكل قبيلة تميم المتبقية وحملت قبائل أسد وكندا وبجيل وهؤلاء يكونون أكثر من ربع الجيش الإسلامي وهؤلاء جميعهم حملوا في لحظة واحدة دون استئذان من سيدنا سعد الذي كان يرى الفرق تحمل الواحدة والأخرى ويقول سعد اللهم اغفر لها وانصرها ولما رأى أن جميع الفرق ستخرج أطلقت تكبيرة الثالثة حتى يصبح الأمر من عنده وبالفعل خرجت الجيوش الإسلامية كلها بعد منتصف الليل بقليل تحصد الفرس حصدا في هجوم شديد وضغطت على الجيوش الفارسية كلها قرب نهر العتيق وفي هذه الليلة يستشهد أرطاءة بن كعب وقبل أن يسقط اللواء منه التقطه دريد بن كعب أخوه فاستشهد كذلك فالتقطه قيس بن كعب أخوهم الثالث فاستشهد كذلك وممن استشهد في هذا اليوم أيضا عبد الله بن أم مكتوم وهو الأعمى الذي خرج إلى القتال رغم أنه معذور ولكن خرج إلى الحرب وهو يقول أكثر سواد المسلمين في سبيل الله أي أقف أنا فقط لكي يتخيل الفرس أن أعدادنا أصبحت كثيرة ونادى في المسلمين أن يعطوه اللواء حتى يقف بين الصفين لأنه لا يستطيع الفرار أي شجاعة هذه؟ أتى اليوم الرابع للقتال وكان الفريقان يقاتلون منذ أكثر من 24 ساعة متصلة ولم ينقطع القتال إلا نحو ساعة واحدة بعد صلاة العشاء بعد تكبيرة طليحة ولكن القتال كله استمر من صباح اليوم الثالث حتى صباح اليوم الرابع وأشرقت شمس اليوم الرابع ورأى ساعد أن المسلمين يتواصلون بالقتال فعلم أن النصر في هذه الليلة وهي ليلة الهرير وكان ساعد من فوق حصن قديس لا يرى وقائع القتال بصورة واضحة وليس عنده من الجنود من يذهب ويعود إليه بالأخبار لأن كل الجنود كانوا قد يشتركوا في القادسية لشدة المعركة ونال التعب من الفريقين وكان واضحا أن الحرب تقترب من نهايتها فكل فريق قد استنفذ الطاقاته سواء الطاقات البدنية أو الخططية فالطرفان لم ينام منذ 24 ساعة وكل فريق يريد للموقعة أن تنتهي أدرك هذه الحقيقة القاقاع بن عمر فقال للمسلمين إن الدبرة بعد ساعة لمن بدأ القوم أي أن معاد الهزيمة قد اقترب فمن يبدأ في التخاذل سيكون من نصيبه الهزيمة لأن الأمر شديد على الطرفين إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فاصبروا ساعة واحدة فإن النصر مع الصبر وآثر الصبر على الجزع وبدأ يحمس المسلمين وقام خطباء المسلمين من جديد يحمسون المسلمين وفي بداية ذلك اليوم مال النصر إلى حد كبير إلى صف المسلمين وكان القتال كله في قطاع الجيش الفارسي كما كان الجيش الإسلامي بكامله في قطاع الجيش الفارسي يضغط عليه عند نهر العتيق الذي يقع خلف الجيش الفارسي مباشرة وكان الجيش الفارسي يتكون من خمسة قطاعات منها قطاع البيرزان وقطاع بهما وكلاهما دون رئيس وبقي رستم في منتصف الجيوش في قطاع بهما حيث تقع الطائرة التي يقيم فيها والطائرة هي الخيمة والمكان الذي يقيم فيه رستم قام القاقاع بن عمر بتدبير خطة حتى ينهي القتال الشديد على المسلمين وعلى الفرس ففكر في أن يأخذ قبيلة تميما وهي قبيلته ويأخذ معه نجباء المسلمين من المقاتلين أي أن يأخذ أفضل الجنود من كتيبة الفرسان ويدك بهم قلب الجيش الفارسي وكان هدف القاقاع أن يفصل الميمنة عن الميسرة فتنقطع الاتصالات بين الفريقين وكان من الممكن بعد ذلك أن يفقدوا السيطرة ويفقدوا صلتهم بقائدهم وكان هدف القاقاع أن يصل إلى رأس الأفعى يصل إلى رأس رستم قائد الفرس ويقول إن قتلت رستم ضاعت معنويات الجيش الفارسي كله وبدأت بالفعل عملية من أصعب العمليات لأن هذا القطاع الذي هجم عليه القاقاع كان فيه أكثر من عشرين ألف مقاتل وقبيلة تميم كلها تقريبا ثلاثة آلاف ومن فضل الله على المسلمين أن المساحة العرضية لأرض القادسية كانت ضيقة فكان الجيش الفارسي مرتبا في صفوفا بعضها وراء بعض وهذا كان من فضل الله وذلك في إلحاق الهزيمة بالفرس وبدأ القاقاع ومعه قبيلة تميم في الضغط على الفرس ويبدأ قلب الفرس في الانهيار تدريجيا أمام الضغط الشديد للمسلمين وفي الوقت نفسه تمارس قبائل بني قحطان اليمنية الضغط على ميمنة الفرس بقيادة الهرمزان وتضغط قبيلة قيس على مهران في الميسرة حتى لا تلتف ميسرة أو ميمنة الفرس حول الجيش الإسلامي من الخلف ويستمر المسلمون في الضغط على الفرس إلى نهر العتيق وكانت أعداد الجيش الفارسي ضخمة جدا فهناك مائة وعشرون ألفا موجودون قبل نهر العتيق وهناك مائة وعشرون ألفا ينتظرونهم في الناحية الأخرى وكان قد قتل من الفرس نحو خمسة وعشرين ألفا حتى هذه اللحظة وتبقى في أرض المعركة خمسة وتسعون ألفا ويوجد على الجانب الآخر من النهر أكثر من مائة ألف مقاتل فارسي وفي هذا الوقت الصعب يصل المدد المتبق من الشام وهذا المدد يتمتع بروح عالية وهو متعطش إلى الشهادة في سبيل الله ودخل المدد كله في القلب مع قبيلة تميم فزاد الضغط على رستم وبدأ الفرس ينهارون انهيارا سريعا حتى استطاع المسلمون أن يصلوا إلى قلب الجيش الفارسي ووصلت خيول المسلمين إلى نهر العتيق ففصلت بذلك ميمنة الفرس عن ميسرتهم وكان المسلمون يقاتلون بضراوة لم نسمع عنها كثيرا في التاريخ وأصبحت ميسرة الفرس محصورة تماما بين قبيلتي قيس وبكر من ناحية وبين قبيلة تميم من ناحية أخرى كما كان هناك بعض المستنقعات التي لا تمكن الجيش الفارسي من الفرار وتقدمت قبيلة قيس وحاصرت الميسرة تماما وبدأ المسلمون في حظ ميسرة ومؤخرة الجيش الفارسي وعلى الناحية الأخرى كان الجالينوس والهرمزان يقفان قريبا من الردم حيث كانت مقدمة الفرس وميمنتهم قريبة من الردم وهو على نهر العتيق وبدأ المسلمون يبيدون ميسرة الفرس في حين يدعو الجالينوس جيشه للهرب من المنطقة وكان يريد الفرار بالجيش من أرض المعركة وبدأ الجالينوس والهرمزان يقودان عملية الانسحاب للجيش الفارسي فعبر الجالينوس الردم وبدأ الانسحاب في اتجاه الشمال وتبيعه الهرمزان بعد ذلك وبذلك تكون منطقة الميسرة والمؤخرة للجيش الفارسي قد حصدت تقريبا تماما وقتل معظمهم ومن فر من الجيش الفارسي قذف بنفسه في نهر العتيق وسبح إلى الناحية الأخرى حتى يهرب من سيوف المسلمين وقتل في هذا اليوم من الفرس ثلاثون ألف قتيل وكان هذا قبل أذان الظهر في السادس عشر من شعبان في سنة خمسة عشر وبدأ الفرس يسلمون أنفسهم للمسلمين ووقعت الذلة والهوان في قلوب الفرس وقوعا شديدا حتى إنه يقال إن المسلم كان ينادي على الفارسي فيأتيه ويعطيه سيفه فيقتله به المسلم وخلت ساحة القتال تقريبا من الفرس وأصبح الجيش الإسلامي هو الموجود فقط في المنطقة وبدأ المسلمون في حصر الشهداء فكان شهداء المسلمين ثمانية آلاف وخمسمائة وصدق فيهم قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أما في يوم القادسية فلم يستشهد من المسلمين أعداد تذكر مع شدة هجوم المسلمين على الفرس إلا أن الله من بالنصر على المسلمين دون شهداء في ذلك اليوم وبعد أن انتهت هذه الملحمة الشديدة على المسلمين بدأ سعد في تتبع فلول الهاربين من الجيش الفارسي إنه إصرار شديد على محق الإمبراطورية الفارسية حتى يعبد الله وحده وفر الهرمزان إلى الجنوب الشرقي حيث سيعبر بعد ذلك نهر الفرات متجها إلى الأهواز وهذه المنطقة فيها عز الهرمزان وفيها ملكه وكان الهرمزان قبل ذلك قد عهد رسول الله ألا يقاتل المسلمين ولكنه خان عهده مع رسول الله وقاتل المسلمين في القادسية وها هو يهرب الآن من موقعة القادسية بعد هزيمة جيشه وينتقل بجيشه إلى منطقة الأهواز وفر الجالينوس إلى ناحية المدائن في اتجاه النجف وهي المنطقة التي عسكر فيها جيش الجالينوس قبل أن يدخل القادسية مباشرة وفرت فرقة أخرى من الفرس في اتجاه الشمال بجوار نهر العتيق فأرسل سعد القاقع بن عمر وأخاه عاصم حتى يتتبع الهرمزان جنوبا وأرسل شرح بيل ليتتبع الفريق المتجه شمالا في مطاردة سريعة قصيرة حتى يلحق بالفلول التي هربت من الجيش الفارسي